اعلن سعارة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس ادارة شركة مطار البحرين حصول قاعة الضيافة والاستقبال لشركات الطيران في مطار البحرين الدولي على تصنيف خمس نجوم من شركة سكايتراكس هيئة التقييم العالمية التي تصدر قائمة سنوية بأفضل المطارات وشركات الطيران وقاعة الضيافة والاستقبال لشركات الطيران في العالم نعم يعد هذا التصنيف أعلى تصنيف يمنح لقاعات الضيافة والاستقبال لشركات الطيران في المطارات التي تقدم أداء على الجودة تقديرا عالي الجودة تقديرا لجودة مرافقها وخدماتها الاستثنائية بهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أن هذا الانجاز الجديد يأتي بفضل ما يحظى به قطع النقل الجوي من رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعا مشيدا بدعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعا بهذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من جانبه قال السيد محمد يوسف بن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين إن قاعات الضيافة والاستقبال تعد أحد المرافق الرئيسة في المطارات حيث تقدم خدمتها للمسافرين على درجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ولذا فقد حرصت شركة مطار البحرين على تطبيق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في التصميم الهندسي الداخلي والخارجي لهذه القاعة حيث يمتزج التصميم الحديث مع معايير الضيافة البحرينية التقليدية الأصيلة أنا جداً سعيد اليوم أن مطار البحرين يحصل على جائزة ثانية في أول سنة من تشغيله وهذا دليل أن جميع الخدمات التي تقدم في مطارها خدمات جداً متطورة اليوم شركة سكايتراكس العالمية صنفت لونش ذا بيرل كفايف ستار لونش وهو يعتبر من الأماكن القليلة في المنطقة الشراء الأوسط التي صنفت كلاونش بفايف ستار وهذا دليل يعني بعد شهر من تصنيف مطار البحرين بشكل كامل في أيضاً من قبل نفس المؤسسة العالمية سكايتراكس كمطار البحرين بشكل كامل في شهر اللي راح كفايف ستار إيربوت فعندنا فايف ستار إيربوت وعندنا أيضاً فايف ستار قاعة خدمات لكبار الضيوف سعيدين نحن أن يتحقق غذي كلها في أول سنة سنة كانت صعب للتشغيل عادة المطارة الجديدة توجه مشاكل ولكن الحمد لله البحرينين والبحرينيات اللي تم عدادهم على أكمل وجه بتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء من بداية مسجوعنا وبداية أن وظف الناس تأكدوا من تدريبهم واليوم أعتقد الخدمة بس بالشكل والمكان ولكن أيضاً بالأيدي العاملة فيه طبعاً اختيار أي مكان أن يكون فايف ستار من قبل سكايتراكس يمر بحدة مراحل يكون في فريق خاص أي يزور المكان عند معايير الخاصة تشمل كل شيء تشوفونه حولكم من أيدي عاملة شون تعمل مع الناس من المكان من الخدمات المتوفرة من نظافة من quality of service شكراً للمشاهدة